السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم بكل خير صباح جديد صباح سعيد صباح الامل والتفاؤل اللي بيتجدد جوانا كل يوم مع اشراكة شمس يوم جديدة وصباح جديد صباح سعيد اهلا بحضراتكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس كل ما واحد فينا يتعب ويروح للدكتور يقوله خس كل ما واحد فينا قلبوز يحس كده بشوية وجع في اي حتة حتى لو دانه يروح للدكتور يقوله خس حتى اي حاجة يقوله خس وساعتها بنسأل نفسنا سؤال ايه علاقه التعب اللي انا فيه بموضوع الخسسان حضرتك لازم تقولي ساعتها الدكتور بيرد عليك رد وبيكون طبعا يعني نتيجة انشغاله ونتيجة انه هو يعني مش فاضي وهو يدوبك بس على قد العينين بيقولك لما تخس هتعرف في كتير مننا وانا واحد من الناس دي طالما معرفتش السبب ما بسمعش الكلام يعني اخويا زمان كان يقولي اوعى تخس الكويتش العجلة بتاعك بجاز ساعتها مكنتش بسمع الكلام اقوله ليه يقولي من غير ليه ساعتها كنت بدايق جدا وروح رايح غاسل العجلة برضو بجاز والعجلة بتلمع فجأة الاقي الكويتش بتاع العجلة شقق وباص استعجبت هو ليه بيبوز بسرعة كده طلع من الجاز اللي كان اخويا بيقولي عليه لو هو كان قالي ان هيعملك كزا كزا ويعملك تشققات وحاجات من دي مكنتش غسلتها بالجاز وهو ده اللي احنا عايزين نتعلمه النهاردة في رسالة النهاردة وعايزك تركز معايا كده وتسيبك من اللي في ايدك ده خلاص وتركز معايا وتبصيلي كده علشان خاطر هنبتدي نقول شوية معلومات مش معلومات علمية ولا طبية علشان خاطر الناس اللي هتقولك لقصت المعلومة بتاعتك دي مش دقيقة ولكن احنا بنحاول ان احنا نلخص المعلومة بشكل بسيط جدا علشان توصل لواحد يعني هي ده مش وصفة فاحنا بنوصل المعلومة من انسان كان قلبوز لانسان برضو من معشر القلبيز فعلشان كده حضرتك تركز معايا قوي اول حاجة بتحس بواجع في ظهرك بتروح للدكتور ويقولك خس ايه علاقة الظهر ايه بالخسسان تحس خشونة في الرجبة او تحس واجع في رجبتك وتروح للدكتور ويقولك خس تقوله طب ايه علاقتها يا دكتور ويقولك خس وانت هتعرف ساعتها ممكن ما بتسمعش كلامه وتقول يا عم انا كده كده لازم ياكله وكده كده مش ايه انا هفضل ماشي لغاية ما ييجي عليك وقت تلاقي نفسك ان انت بش قادر توم من السرير الموضوع ببساطة ان في حاجة اسمها العمود الفقري العمود الفقري ده اللي هو يعني حضرتك لو حسست كده على ظهرك هتلاقي فيه سلسلة الظهر كده من ورا هو ده العمود الفقري العمود الفقري ده عبارة عن فقري يعني فقرات فيه فقرات كده خلاص الفقرات دي بتديلك السماحية ان انت تنحني بظهرك كده وترجع فيه كده بتتعامل مع جسمك وفي نفس الوقت هو اسمه عمود لانه هو شايل الجسم هو اللي شايل جسمك كده يعني هو اللي شايل جسمك كده هو اللي شايل الجزء اللي فوق ده كده كله هو واصل ما بين اسفل الرقبة وحتى الحوت كده حتى لو حضرتك كده كنت مثلا عندك اي حد من اصحابك عنده مثلا هيكل عظم كده لعبة او حاجة من دي هتبص هتلاقي كده الراس لزقه في العمود الفقري ده وتحس انها متعلقة في الهواء يعني وبالتالي العمود الفقري ده شيء مهم جدا في الجسم اي خلل بسيط بس فيه بياثر على كل اطراف الجسم وتلاقي ان انت جسمك مش شايلك ولقدر الله لقدر الله وربنا ما يكتبع على حد في ناس لما بتعمل حوادث وبيحصل لها مثلا اي مشكلة في العمود الفقري ممكن توصل للشلل واحيانا بتوصل للموت فعلشان كده انت من خلال زيادة وزنك ده بتزيد الحمل على الفقرات دي العمود بيبقى شايل ادوار زيادة زي بالزبط كده لما تلاقي واحد بنى عمارة وكان الديزاين بتاع العمارة ده معمول ان العمود ده يكون مثلا متر في متر علشان يشيل اربعة دوار رح حضرتك عملت متر في متر ورح تباني عليه خمس ست دوار العمود مش هيستحمل فالمبنى هيوقع فعلشان كده يجي لك قرار ازالة لاخر دورين علشان العمود بتاعك يستحمل نفس الكلام برضو في العمود الفقري بتاعك حضرتك لما انت هتلاقي ان انت شايل حملة زيادة هتبتدي الفقرات تضغط على بعضها البعض كده ويقولك ان انت عندك تآكل في الفقرات يعني ايه يعني اي حركة حضرتك بتتحركها الفقرات بقت بتحك في بعض بالزبط كده بقت عمالة تاكل في بعض وتلاقي لقدر الله يحصل لك تآكل في الفقرات قبل ما يحصل لك تآكل في الفقرات الفقرات دي بتبتدي تضغط على الاعصاب فبتسمع في رجلك في البداية الوجع البداية وجع نتيجة الاعصاب بعد شوية تدخل على تآكل فقرات ولقدر الله في ناس بتوصل ان هي تغير فقرات نفس الكلام في قدمك برضو حضرتك لو انت عندك ركبتك مش مستحملة لان ركبتك دي عبارة عن برضو يعني نفس نفس الشكل ده كده بالزبط عندما بتتحرك كده المفصل ده لما بيتحرك كتير نتيجة التقل عليه نتيجة ان انت شايل حاجة اتقل من اللزوم عليه يبتدي تتآكل الفقرات بتاعة القدم فيحدث في البداية الخشونة ثم واحدة واحدة لو حضرتك ملتزمتش بنظام غذائي وانقص من وزنك هتلاقي يبتدي يحصل تآكل في الفقرة بتاعة قدمك بتاعة المفصل دي ويقولك عايزين نغير مفصل ده كل الموضوع ببساطة في موضوع الالم اللي انت ممكن يعني يحصل لك نتيجة ان انت عندك مشكلة صحية طبعا زي ما قلت يا جماعة ده من واحد قلبوز لناس قلبيز علشان خاطر ان احنا بنشرح لنفسنا ان ليه لازم نتغير الموضوع التاني لما انت تروح للدكتور ويقولك ضغط الدم عندك مرتفع وده ممكن هيسبب لك مشاكل في القلب انت ما تصدقش شوية لقدر الله يقولك عندك مشكلة في القلب ولازم نعملك قسطرة شوية لقدر الله ويقولك عندك مشكلة في القلب وعندك الصمام في ارتجاع ايه عم الكلام ده كله يقولك كل ده من حضرتك بتاكل الاكل غلط وزيادة الوزن طب ايه علاقتها برضو علاقتها ان عبارة القلب ده عبارة عن مضخة مضخة تنقبض وتنبسط وهكذا كده شغال كده فالدم بيدخل من ناحية وبيخرج من ناحية بيدخل محمل بالاكسوجين ويبتدي الدم يبتدي القلب يضخه في الشرايين علشان يوصل لكل الخلايا وللمخ علشان يوصل لها الاكسوجين طيب ايه اللي بيحصل بقى اللي بيحصل ان القلب يبتدي يحوش الدم جواه وبعد كده يروح منقبض كده يروح الدم طالع من من القلب رايح فين على الشرايين ففيه صمامات بتقفل اسناء ان الدم بيبتدي يجمع القلب يبتدي يجمع الدم جواه وبعد كده صمامات تانية تقفل خلاص علشان الدم يطلع في الاتجاه اللي هو الضخ فييجي يحصل ان يحصل لغبطة ان الصمام اللي ييجي يفتح علشان خاطر يطلع الدم يلاقي الطريق قدامه مسدود يروح الدم راجع تاني بسرعة خابط في الصمام فيحصل حاجة اسمها ارتجاع في الصمام كل بساطة بس عشان يعني ده ده مش حاجة علمية ولكن ده بكل بساطة كده طب هو رجع ليه لقى مثلا الطريق مشغول ايوا مليان ايه حضرتك مليان كوليسترول مليان دهون وبالتالي عندك الشرايين اتدت تتقفل علشان كده بتلاقي الناس اللي بتاكل اكل غير صحي الشرايين بتاعها تحس ان فيه جواه كده زي انسداد عايز يتسلك بالضبط زي الراجل اللي بيسلك المجاري كده ومش عارف ايه بتاعه وتلاقي ماسك السيخ وعمل يسلك هو برضو نفس الكلام برضو لما ييجي يعمل لك الاسطرة على حاجة زي الشليمو كده بيبتدي يدخلها في الشرايين دي علشان خاطر ان هو يبتدي اي ارتخاء في الشريان او اي انسداد في الشريان يبتدي هو يوسع الشريان تاني من جديد وبالتالي بيسمح للدم يعدي وده نتيجة ارتفاع ضغط الدم الدم ضغطه بيرتفع يعني بيحصل ارتفاع ضغط الدم نتيجة انسداد تلك الشرايين ان انت الدم بيبتدي ان هو يدق بسرعة زيادة عن اللزوم علشان يوصل كمية الدم اللازمة للجسم اللي محملة بالاكسوجين اللي هي لو ما وصلتش لقدر الله ممكن تموت وهو ده اللي حصل معايا لما انا اتكلمت على موضوع اللي حصل لي الاسبوع اللي فات لما حصل لي اختناء وقلبي توقف عن العمل تقريبا كان خلاص يعني هو كان بينتهي وكنت انا بنتهي معاه ولكن يعني سبحان الله يعني يعني كان اخر قبل ما افقد الوعي يعني خلاص كان لحظة وانا بافقد الوعي كده وخلاص يعني انا ما بقيتش حاسس بجسمي من تحت خالص خالص تمام وحطت ايدي على قلبي مش شايف او مش مديني اي شيء ان هو شغال خالص ابتدت هتنفس بسرعة شديدة جدا علشان خاطر ارفع من معدلات ضربات قلبي تاني علشان توصل الاكسوجين بسرعة لان الدم بقى محمل باول اكسيد الكربون وخلاص القلب بيبتدي يقف والمخ لو وقف كان خلاص ما كنتش هارجع تاني ابدا يعني فالموضوع بكل بساطة شديدة يعني الموضوع الموضوع مش محتاج اي حد مثلا يعني عنده علم جديد يقوله لك لان انت لو بس يعني عرفت بعض المعلومات الصغيرة هتبتدي تتخيل ده مع نفسك وهتبتدي ان انت تحافظ على نفسك اي وجع في قلبك تقول لا ده ناكلت زيادة اي وجع في ظهرك تقول لا ده جسمي بقى زيادة على الفقرات فده هيأثر عليها نجي الموضوع التالت السكر لما تروح للدكتور يقولك ايه حضرتك عندك اه يعني يعني امكانية ان يحصل اي سكر او مرض السكر او كلام ده حضرتك تسأل نفسك ايه علاقة السمنة بمرض السكر الموضوع بكل بساطة ان الجسم علشان خاطر ان هو يبقى عنده الطاقة بتاعته محتاج تلات حاجات تقريبا اول حاجة الجولوكوز الانسولين وكمان محتاج الايه الاكسجين الانسولين والجولوكوز التلات حاجات دول علشان خاطر يبتدي يديلك طاقة من خلال الخلايا طيب انا دلوقتي باكل الاكل اللي انا باكله ده بيتحول الجولوكوز بيمشي في الدم بيروح الاول ما الجسم يعرف ان فيه اه سكر في الدم يبتدي يبعت من البنكرياس الانسولين علشان خاطر يقابل السكر ويبتدي ان يكون يتحدوا مع بعض علشان خاطر يعملو لك الطاقة في الخلايا ويبتدي يديلك الطاقة اللازمة مسلا لتشغيل القلب اللازمة لحفاظ على درجة الحررة بتاعتك لتشغيل الرئة يبقى هي دي ايه دايرة التشغيل بتاعتك بالزبط زي العربية بالزبط تحط لها بنزين والبنزين دا بيوصل للمحرك المحرك دا فيه اللي هي البيستون والسيلندر طالعين نازلين كده في جزء من فوق فيه البنزين البنزين بيتضخ مع الاسبارك بلاج اللي هي الاشرارة بتولع بيروح يحصل انفجار جوا المحرك البتاعة دي تتحرك لتحت وهكذا طالع نازل نفس الكلام بالزبط هو الجسم البشري الانسان لما جيه يصمم المحرك بتاع العربية او يصمم العربية نفسها ابتدى يبص على الجسم البشري واستفاد من اللي فيه لان الجسم البشري دا منظومة متطورة بشكل كبير جدا عن اي حاجة الانسان ممكن يتخيلها اصلا يعني وبالتالي انت بقى دلوقتي حضرتك اكلت كتير الاحماض الدهنية بتقابل الانسلين نتيجة زيادة وزنك بيحصل ان فيه احماض دهنية تبقى في الجسم تقابل الانسلين تقصره يروح البنكرياس يجري بسرعة يبعد تاني انسلين عشان خاطر يقابل السكر اللي موجود في الدم علشان كده اي نقص في الانسلين بتلاقي ان هو ممكن يدخلك في غيبوبة تحس ان انت خلاص مش شايف قدامك ودي بيسموها ان انت عندك مرض السكر ان البنكرياس مش قادر ان هو يفرز كمية انسلين لازمة علشان خاطر ان هي توصل للسكر وتحرقه وتدي لك الطاقة اللازمة وساعتها بنبتدي ناخد انسلين من مصدر خارجي خلاص اللي هو الحؤن او الاقراس او الكلام ده على حسب النوع بتاع السكر بتاعك بيبقى فيه نوعين نوع الاول والنوع التاني من مرضى السكر طيب ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الاحماض الدهنية دي بتبتدي تكسر الانسلين يبتدي البنكرياس يبعد تاني يبتدي يكسر الانسلين يبتدي يبعد تاني وهكذا يوصل شوية وشوية لأ بتلاقي ان انت اصلا بقيت تحس ان انت في حرب جوه مع جسمك الاحماض الدهنية عمالة تكسر في الانسلين وانت البنكرياس عمالة يبعد وهكذا البنكرياس بيشتغل فترة كبيرة جدا جدا اكتر من اللي مفروض ان هو يشتغله وبالتالي عمره الافتراضي يبتدي يقل يحصل بعد كده ان البنكرياس عمره الافتراضي ينتهي وبعد كده تبقى انت مريض سكر رسمي طب انا نفسي ازاي بانقاص وزنك اول ما هتنقص وزنك ان شاء الله باذن الله هتلاقي نفسك ان انت اي تعرض او اي امكانيات تعرض للمرض السكر لقدر الله هتزول منك طبعا الحلقة دي كانت بناء على طلب احد الاعضاء ان احنا نتكلم عن الجسم والجسم ايه اللي بيحصل جوه الجسم وهو ده الموضوع ببساطة جديدة مع الامراض الشائعة في جسم الانسان اللي هو بيعاني من الوزن الزايد او اللي اكله غلط وبحط خطين كده تحت اللي اكله غلط ايه ده يعني انا لو رفيع هيحصل لي ده هيحصل لك الحاجتين التانين السكر وامراض القلب الحاجة الاولانية اللي هي بتاعة الخشونة في الرجبة والوجع الضهر بالفقرات والحاجات دي كلها هتبقى نادرة الحدوث مع الناس رفيعا ولكن الاكل الغير صحي هيسبب لك في الحالتين سواء موجود جسمك بيزيد او ان انت من الناس اللي فرحانة بنفسها ان هي بتاكل ما بتتخنش هيحصل لك اما مشاكل في القلب اما سكر او مشاكل اخرى ممكن هنتكلم فيها فيما بعد زي زي الكبد الدهني والحاجات التانية وبرضه هنتكلم ان شاء الله فيها بكل بساطة وبرضه التكييسات عند السيدات والحاجات دي كلها ان شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها في حلقات سابقة لو عجبتك الحلقة وشايف ان هي مفيدة اعمل لايك وشير علشان خاطر توصل لناس كتير لو شايف ان هي مش مفيدة متعملش اي حاجة خالص ولكن خليك انسان ايجابي علشان خاطر ممكن ده ينقص حياة انسان وتاني يا جماعة المعلومات دي هي معلومات لناس مقلبزين زي بعضهم عايزين يفهموا وضع جسمهم ايه علشان خاطر يحافظوا عليه اسعد الله صباحكم بكل خير ما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت من هنا ومن هنا لو بتشوفنا على القناة اليوتيوب وتدوس على على علشان يوصلك الحلقات الجديدة ان شاء الله بإذن الله ولو بتشوفنا على صفحتنا على الفيسبوك ما تنساش تصبح علينا علشان احنا بنشوف كل كومنتاتكم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك السلام عليكم ورحمة الله